أغلبنا دلوقتي عنده مشكلة كبيرة جدا في تناول وجبة الفطار سواء صاحي وقعت في البيت أو سواء نزلت على شغلك في ناس كتير عندها مشكلة في موضوع وجبة الفطار ناس كتير مهملة فيها محدش مهتم بيها رغم أنهم لو عرفوا أهمية هذه الوجبة بالتأكيد مش هيفرطوا فيها عشان كده هنسأل دلوقتي إيه أهمية هذه الوجبة وجبة الفطار هل لو حرصنا عليها هتمنع عننا مشاكل وأضرار صحية أسئلة كتير قوي عن وجبة الفطار وأهميتها تجاوبنا عليها الدكتورة هيبة عبداللطيف مدير عيادة التغذية العلاجية بالمعهد القومي للأورم صباح الخير عليك يا دكتور هيبة صباح الخير أستاذ محامل صباح الخير لكل المصريين يا أهلا بيك يا فندي مهمة وجبة الفطار دي جدا 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 فعلا؟ غاية في الأهمية وده بقى يعني إيه مش بس على المفهوم بتاع البيو كامسطيك بتاع الجسم أو الهضمة في الجسم أو كده لا ده بدراسات فعلا مثبتة خلينا بس الأول كده نقول يعني نقرب كده شوية للموطن إزاي الجسم بتاعنا بيشتغل عملة التقر رئيسية في الجسم إيه هي؟ السكر بس يعني مش السكر اللي هو المصنع الجلوكوز طيب إحنا ما نخزن جسمنا إزاي في يعني الجلوكوزة بتخزن إزاي؟ بتخزن في صورة حاجة اسمها جلايكوجين بتبقى موجودة لها مدة معينة بتخزن في الكبد بالأساس بعد شوية خلاص بتبقى يعني بعد عدد ساعات من الصيوم اللي هو بقى أثناء النوم أو بعد آخر وجبة خدناه من العشاء لغاية تاني يوم الصبح بتبقى خلاص نبقيتش موجودة طيب إيه اللي يحصل؟ بقى الجسم عايز ده عايزه ممكن بقى يحصل عليه السكر بطرق أخرى من الجسم برضو أولا حيمر بمرحلة من العدم التركيز ممكن في الأطفال الصغيرين تلاقيهم بقى مهايبرين أو بقى يحصل لهم لو أنيرجي أو يتعصبوا أو لغاية لما الجسم يعوض ده من منصاته الأخرى أكتر أو أبسط حاجة بيقدر يعوض بيه أنه هو يبدأ يحرق كمان من العضل يعني العضل بتاعنا يبدأ يتغير البروتين بتاعه عشان الجسم ينتج منه سكر ده غير بقى أنه إحساس بتاع الجوع اللي ممكن يخلي الطفل أو الإنسان الكبير أو كده يروح يجري على أول حاجة تقبله ممكن تكون مش مغزية أصلا فيها نسبة سكريات عالية لأن مخه عايز السكر وحيحصل عليه بطريقة بقى مش مناسبة فده يمكن إيه البداية يعني للميكانزم بتاع جسمنا شغال إزاي اتعمل بقى دراسات يعني خلينا نقول إيه اللي بإحنا بنشوف قلة في التركيز طبعا دراسات كتيرة جدا معمولة أن الطفل اللي ما بياخدش وكبة الفطار بتاعته ده بيبقى عنده قلة في التركيز ممكن يبقى عنده توطر ممكن يبقى فيه عصبية سواء كبار وصغيرين على فكرة لقوا تعمل دراسة يمكن دي اللي يمكن يعني ناس ممكن تكون عارفين أنه يعني الحاجات بتاعت الانيرجي لافل والتركيز لكن إيه رأيك بها أنه الأدوليسنت اللي هم المراهقين والكبار اللي بيفوتوا وكبة الفطار لقوا أنه هم في الآخر عندهم استعداد أكتر للسمنة واستعداد أكتر للسكر من النوع التاني واستعداد أكتر دي دا الناس بتتخيل أن أنا ما فطرتش فمكلتش فدي واجبة أنا شلتها من علي مثلا يعني فأجيدي مشتخن الحقيقة طبعا أحكت تكلم على الصيام المتقطع مثلا بس حتى لما بنيجي نحط النظام بتاع الصيام المتقطع بنحطه بطريقة أنه آخر واجبة بالليل تبقى هيا البدري وبرضو أخد واجبة الفطار بتاعتي في وقت منطقي اللي هو إيه بقى الوقت المنطقي دا يعني مثلا فيه ناس بتصحى بدري قوي حالو يعني بس حالصاعة 5 الصبح كويس دا يفطر الساعة كم؟ الصح في خلال من ساعة لساعتين من الصحيان على أساس جهازي الهضمي يكون بدأ يشتغل وإنه زي كده إيه عربية كده بتسخنها لأول ما يفعش تطلع بيها مرة واحدة شو يحصلش طلبوكات ما يحصلش وجع في الباطن ومع كل الكلام دا فمن خلال من ساعة لساعتين ممكن بعد ساعة أخد حاجة يعني سوائل زي مثلا كوبية لبن للأطفال بعد الساعتين أبدأ بقى أخد الوقبة الفطار بتاعتي المنطقية الحقيقة كمان لقوا أنه في علاقة يعني أنا أتكلم بحب كمان قوي أتكلم عن الأطفال والمراقين لأن يمكن دول يعني المستقبل في الأطفال الصغيرين لقوا أنه دول بقى بيحصلهم العكس أنه هما بيقوزنهم قليل طولهم ممكن يبقوا قليل احتياجاتهم الغذائية الأساسية من الفيتامينز والمعادن بتبقى قليلة واللي بيحصل أنه هما مجرد أنه جاعوا حيجري فعلا حقيقي ياخد أي حاجة مش مغذية باتية كيسة مش عارفة مقار مش عارفة إزاي إحنا كالكبار بنعمل كده أسفل لأن الجوع يعني لقوا أنه كتير من الأطفال والمرهقين والكبار اللي بيفوت وجبة الفطار عادة بيصهروا بس في منهم مسبة كبيرة لأنهم بيصحوا متأخر أو بيصح على آخر لحظة فاللي هو أنا إن شاء الله نص ساعة نوم زياد فما ببقاش عندي الوقت الكافي إن أنا أصحى بوقت معين عشان قدر أخذ وجبة الفطار دي أحد الأسباب تاني حاجة إنه بيكون واخد وجبة عشا متأخر ده فيه مثلا يقول لك إيه أفطر كملك وتغدى كأمير وتعشا كفقير فبيكون واخد وجبة عشا تقيلة وطبعا صاحي الصبح مش قادر يعني عكس وعكس كمان المتابلزم بتاعه أو الأيد بتاع الجسم اللي هو المعدل الطبيعي بتاع الهرمونات لأن إحنا جسمنا له معدل طبيعي ربنا خلقنا به هرمونات معينة بتزيد الصبح هرمونات معينة بتزيد بالليل فعكس الدنيا ده سبب سبب التاني إنه الأم مثلا أو البنيان مؤكد صاحب الصبح مستعجل مش عندهش وقت مش قادر إنه هو يحضر وجبة فطار معاه فيقوم ينزل بدري حتى لو حياخد معايا بدل ما ياخد معايا وجبة من البيت يقوم يقول أنا حاخد أي حاجة معايا في السكة النقطة دي بقولها كوبمي يعني لأنها مهمة الحقيقة حتى لو عارف ياخد في النهاية عدد سعرات معينة ما تخلهوش يزيد في الوزن لكن الحقيقة الاختيارات من المعايدن والفيتامينات ممكن بتبقى أوليلة هو مزادش في الوزن بس عنده حاجة إحنا بنسميها في الطب الجوع الخفي يعني إيه الجوع الخفي يعني هو ممكن يكون شكله وزنه كويس أبنا حالك ما شفتش مثلا حد عنده سن فيه ناس وزنها كويس وعندها أنيمي بالزبط أو حتى عنده سمنة وعنده أنيمي أو عنده نقص فيتامز معينة نهيج بقى عن التأثير ده كله عن المناعة يعني الموضوع كبير لا إحنا هنتكلم بقى كمان بالتفصيل عن الناس اللي بتأخر الفطار للساعة 12 دورة كان خلالها نشوف الأول رأي الناس لأن احنا نزلنا الشارع وسألنا الناس عشان نشوف رأيهم في أهمية وجبة الفطار بيفطار ولا لأ بيفطار الساعة كام إيه الأصناف التي تكون موجودة على الصفرة في الفطار خلونا نعرف الناس قالت إيه ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور هيبة تعرف أن وجبة الإفطار بتوفر لك من 20 ل 25% تقريبا من طاقتك اليومية وأنها لازم تكون بتحتوي على العناصر الغذائية المتنوعة علشان تعز الصحتك وتحميك من الأمراض والفيروسات تعالوا نشوف رأي الناس إيه في وجبة الإفطار وبيفطاروا في البيت ولا في الشغل وتقريبا الساعة كام قل لي معدفطارك الساعة كام في اليوم بتفطر في البيت ولا في الشغل لا في الشغل الساعة ده وشغل يعني على حسب رأي قبل الكولية وكده بيبقى الصبح أو ما واسحة الساعة 8 كده وبيبقى في البيت عادي يعني نحنا بنفطر غالبا في الشغل ومعدفطارنا بيبقى دايما من الساعة 8 كده لغاية الساعة 9 لأ هو ساعات كتير قوي ب هو بيبقى في الشغل ماش في البنت. بفتر في الشغل كل يوم باطبيعة الشغل يايani وان شاء ال الله اكيد انا بفتر ياني من حدود من عشرة اللى عشرة اونص كل يوم. لا بافتر في الشغل حوالى ساعة غشرة ونص كتبس تابع latitude د 화이져 ساسعة ابدري طو manga وافتر ومساعد لو مستعجلة بقى بنزل حن기도 مفراحة. والله علي classrooms display يعني لو عندي شغل ومستعجل بنزل افتر في الشارع. لو مش مستعجل وقعد في البيت بفتر في البيت بالنسبة لك واجبة الفطار ولا الغدا ولا العشى الأفضل لا الفطار اهم عندنا كده الالفطار طبعا يعني ده اللي بيسندك بعتري اليوم كله اهم وجبة الغدا لان حالة تتواصل من بداية اليوم من نهاية اليوم اهم وجبة الفطار لان الفطار هو يعني مبجت Tel phantyle كويس بيعب معاك طول اليوم إيه الواجبة المفضلة بالنسبة لك في الفطار؟ أو إيه الفطار المناسب ليك؟ وأكيد الأكل الشعبية اللي المعتادين عليه يعني الفول والطعمية والبطاطس الفول والطعمية والبطاطس بتنجان الحاجات دي أحلى حاجة أصلا أهم حاجة البيض ممكن، اللبن ممكن، عيش خفيف كده، أي حاجة خفيفة مثلا بيد أو فول أو جبنة بستيان حاجات اللي هي الماصرين بيفطروها ما بيكونش حاجات تانية غادص يعني يعني إحنا بنتكلم في أهمية الفطار، آه بس بدنجان وبطاطس يعني الفول ماشي، أنا معاك في الفول، لكن في كل يوم فول وطعمية بدنجان وبطاطس الريبورتاج حلو جدا وأنا مبساطة فيه يعني معظم اللي تكلموا أنه هم بياخدوا وجبة الفطار بتاعهم خليلا نقول أن الجليكوشن اللي هو مخزن في الجسم ده بياخد حوالي 12 ساعة على بالما الجسم خلاص يكون استهلكه تماما فإحنا بنتكلم تقريباً المعادل الكويس على حسب طبعاً آخر وجبة واخدينها الساعة كام فهي تتروح من الساعة 8 إلى الساعة 10، 10 نصب الكتير الصبح نحن نكون خدنا وجبة الفطار بتاعنا وعلى فكرة عايزة أقول حالي أن في بعض المدارس دلوقتي غيروا معادل فصحة اللي هو بتاع الفطار للأطفال بدل الساعة 12 وخلوا بقى فيه زي فصحة صغيرة كده بريك صغير كده بريك كده صغير سناك كده 10 دقيقة حتى بيبقوا الولاد جوة الكلاس بتاعه جوة الفصل بتاعهم علشان يطلعوا الفطار بتاعهم ويفطروا فده المعادل يعني فعلاً يكون معقولة منيجي بقى نتكلم على النوعية فيه ناس أقلت الفول الفول جميل جداً بس أكون جايباً من مصدر قيس نوع الزيوت المحتوطة عليها تكون زيوت كويسة زيوت الحار زيوت الحار مثلاً علشان زيت بزر الكتان وبلاش بقى إيه الطعمية طبعاً الطعمية دي خطيرة يعني حاجة مش يمفع بلاش نقل بلاش بقى كل يوم يعني بقى يبقاش كل يوم البطاطس بلاش محمرة كل يوم على فكرة بطاطس وجبة نشوية فيها بوتاسيوم فيها لازم بلاش محمرة فاني مغلبية الشعب المصري احنا بننزل الصبح نفتر على عربية الفول محمرة فهي عربية الفول عبارة عن إيه فول وطعمية وبيض وبطاطس ناخد بيض مسلوق ناخد بيض مسلوق بلاش البيض المقلي حتى على الأقل أنا ضامنا نوع لا عربية الفول مفعش بيض مقلي طامن يعني لحاجات المستهلكة إيه أو المستخدمة إيه في الطبيخ دي أو في التحضير فهي ودايما في نقطة بقى مهمة قوي 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 إنه الناس وحتى الأمهات بينسوا إنه نحط الخضار فلازم يكون مصدر للخضار جيد لو أنا الآن أنا يعني عشان نضافة وكده والله مش هتاخد ثلاث دقيق في البيت إن أنا كيس صغنان كده أحط فيه خيارية وطمطمية يعني جزارية كده صغنانة مع صندوتش الجبنة مسلا مع صندوتش الجبنة؟ مستندوتش كفتة وبنية زي بعض الناس ما بتعمل كده يعني هو مصدر البروتين بس يعني كهضم ممكن يبقى مش أحل مش على الصبح داي خلينا نتكلم بقى داي خلينا كمان وإن كان يعني لو خدنا فريخ مثلا صدور فريخ ما شوية مش محمرة هيبقى هضمها يعني تبقى مرة في الشهر يعني أسهل من اللي بتبقى باقية من الغدى بتاعي مثلا وعايز أقول لحضرتك حاجة نقطة مهمة قوي 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 يا جماعة بلاش اللحوم المصنعة بلاش اللحوم المصنعة يعني حانا بتكلم على الفريخ طب معا أو اللحوم طب معا اللي بيحطوا لانشون ولا فرخ لانشون الفريخ وكده هي مصدر اللحوم يعني بس مصنعة فبلاش الحاجات دي كلها مصنعة حقيقة يعني بالكميات طبعا معينة فبلاش ده مش ده الاختيار الأمسل يعني طيب داي خلينا نتكلم عن نقطة تانية الحاجات اللي بتتحط في الفطار وبتكون معقدة هل المعدة فعلا بتحتاج الصبح أول حاجة تدخل فيها تكون حاجات بسيطة وسهلة في الهضم هل بيفرق؟ زي ما قلت حارتك هكذا زي العربية اللي هي طلعة إيه بنسخنها وحتطلع بالتدريج وكده فدايما بنفضل إنه هو بدأ في خلال من الساعة لساعتين بنبدأ الأول بحاجة في أول ساعة دي بحاجة بسيطة سوائل سهلة الهضم زي مثلا زي ما قلت لك بزات للأطفال كبية اللبن دي مش وخصوصا لو تكون مثلا نص دسم أو لو الأطفال ياخدوا كبنة دسم كبور مثلا في الجانة قهوة القهوة على الريق بقى طبعا هي مصدر يعني هي مصدر الكافين فحتفوق بس دا مش مفوش أي عناصر غذائية فيه ضرر فيه بعض الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة ممكن تتعبهم طبعا أو الشاي يعني ممكن يتعب جدا مش هو دا الاختيار الأمثل يعني بس فيه ناس تعودت على كده فاللي ممكن نقوله طب ناخدها باللبن يعني على الآل تبقى أخف أو أقل ضررا على المعدة الكبدي أنا عايزة أقوله كمان نقطة مهمة قوي للأمهات وأنا شخصيا أنا كنت بعمل دا مع أولادي يعني هم الوقتي كبروا بس يعني ما كانوا صغيرين لما كنت بديهم المدرسة الحقيقة ما كنتش بديهم مصروف غير مرة واحدة في الأسبوع عشان يعني بقوا برضو حاسين أنه يعني هيشتروا حاجة يعني ليه بقى علشان أنا عاملالهم اللانش بوكس بتاعهم وأنا مختارة العناصر الغذائية المصبوطة اللي تخليهم في الآخر ياخدوا احتياجاتهم المتكاملة من العناصر الغذائية كفة يعني أهم حاجة النت بتنوعي عشان برضو هم هيزهقوا فهيحتاجوا فلوس عشان مصروف عشان يشتري مش هارف إيه فحاجات مش صحية وصي طرق دلوقتي موجودة على النت إزاي أقدر أعمل حاجة شبيهة اللانشون في البيت ولطيفة جدا يبقى أنا كده ديت غيرت نوعات لأني لازم الباتين مرة ممكن أحطه بيض مرة ممكن أحطه فول مرة ممكن أحطه تونة مرة ممكن أحطه فراخ معمولة في البيت بطريقة لطيفة مش بقى طبيخ يعني بفهوم لكن أهم حاجة الخضار ده نص بس الإرشادات التغذوية نص الوجبة بتاعتي خضار وربع الوجبة براتين والربع نشويات معقدة ده الأطفال والكبار الكبار وأطفال بس يمكن في الأطفال بنزود شوية نشويات المعقدة عشان الحركة بتاعتهم والطاقة بتاعتهم وكده فدول يعني بيبقى أكتبوا الفكحة صمرة الفكحة ثلاث مرات ثلاث مرات فكحة في اليوم من اثنين لأربعة على حسب وعلى فكرة إحنا ممكن نقدر نعمل وجبة فطار مغزية جدا وتمنها ما يزيدش عن عشر اتنشر جنيه ومتكامل أواسحية يعني أي قوم بتدي مصروف دلوقتي لو قلنا كيس المقرمشات ده بخمسة جنيه ولا إزازة المياه الغذية بخمسة ستة جنيه قدل اتنشر جنيه في حين أنه هي لو قلنا كوبية لبن بربعة جنيه بوضايا باتنين جنيه اتنين جنيه ونص دي كده سبعة جنيه وحطينا معاهم حتة جبنة معلقة جبنة كبيرة حوالي اتنين جنيه كمان يعني تسعة جنيه وجنيه عيش وخيارية مش عارفة هتكلف كم ومزايا مش هيزوده مش هتلاقي في الآخر الاتنشر جنيه المهم أنه صحته بس المهم أنه نحن بنحافظ على صحة الطفلط هو هياخد مصروفه يعني عشان يبقى فرصة صحابه ويجيب اللي هو عايزه طيب تأخير وجبة الفطار ممكن تصيب الإنسان بأي أمراض زي ما أنا قلت لحضرتك في الأول أنه ده ممكن يبقى بيؤدي إلى كذا حاجة أنه اختياراتنا بعد كده بتبقى مش اختيارات صحية لأن إحنا بقنا فريسة للجوع فحاكل وحاكل أي حاجة أي لغبة طيب في الآخر إجمال العناصر الغذائية اللي أنا بخدها مش مظبوط تعملت دراسة كبيرة جدا على الكبار الأدلت في أمريكا لأنهم عرضوا أكتر للسمنة وعرضوا أكتر للنوع التاني من السكر فمن ناحية أنها بتأثر أكيد بتأثر طيب غالبيتنا وانا واحد من الناس دي دائما بأجل الفطار للساعة 12 ودهروا كل يوم متأخر متأخر الفطار متأخر كده غير بقى لو أنت وكل بالليل مش بتعاش يعني مثلا لو حد مش بيتعاشها لكنه بيأجل الفطار شوي يعني أنا زي موقع حالتك الأفضل الأفضل أنه ساعة 10 تقريبا نكون أكل لو بنعمل نظام الصيام المتقطع فيه ناس كتير عايشة على نظام الصيام المتقطع فهو الصيام بيبقى حوالي 16 ساعة ممكن ده نعمله يعني في الكبار يعني مش الصغيرين ويبقى كويس وصحي ما فيش مشكلة طيب الناس اللي عندها السكر أصحاب الأمراض المزمنة زي تعملوا مع الموضو ده كويس صحي دول لازم نعملهم فريقين يعني اللي بيمشين على علاج إنسولين ويلي مش مشين على علاج إنسولين بياخدوا الأدوية اللي بيبقى طبعا لو هو ماشي على علاج الإنسولين فما ينفعش خالص إنه أساساً يبعد ما بين جرعة الإنسولين وفطاره هو لازم الاثنين بيبقوا مرتبطين ببعض وإلي حيحصل الخصوات في معدلات السكر هتبقى مش مشكلة السكر اللي من النوع التاني هنا الحقيقة النوع الناس دول بالذات الصيام المتقطع بالنسبة لهم بيبقى مفيد جداً بس زي ما قلت الحياراتك هعمله إزاي مش أقول أنا حعمل صيام متقطع وأخد آخر واجبة الساعة 12 بالليل وأقول أنا أنا حعمل صيام متقطع ده أنا كده عكست إيه الهرمونات طبعاً لأنه طول اليوم مش هياكل وإحنا لسه بنتكلم في أهمية واجبة الفطار بالزبط كده لا إحنا نخالي بقى آخر واجبة الساعة 6-7 مساءً وحنحسب بقى الستاشر ساعة الحقيقة بساعد جداً جداً في تصبيت مستعيط السكر في الناس دول واللي عندهم مشاكل في الدهون وكده بس طبعاً بقيت اليوم حاكل إيه يعني مش بقى أهم صح طبعاً احنا تكلمنا في كل حاجة بس الكميات ما تكلمناش فيها أنا أتكلم في الفطار برضو حديداً يعني فيه ناس ممكن تقعد في واجبة الفطار تاكل تاكل قوي يعني تاكل فول وتاكل كمية عيش وتاكل كمية طعمية طيب فيه ناس يعني مثلاً كان في الريبورتاج إن فيه واحدة قلت إنها يمكن تقريباً هي واجبة الفطار بتاعتها وبتفضل يعني قعد عليها فيه بعض أنواع الطرق بتاعت السيام المتقطع بيعملوا كده يعني واجبة واحدة في اليوم يأخذ فيها معظم سعراته الحرارية ويأخذ فيها الانواع الغزاء اللي هو محتاجها من العناصر فيتامينات ومعادن وفي واجبة بس ده الناس بيعملوا كده ولا يليل دي اللي ممكن وده ينفع الصبح هي تلاقيها هتأخذ بقى مثلا عن ساعة 11 و 12 يعني هي هتأكل واجبة جديدة مص اليوم يعني آه بالزبط بس برضو يا خليب قالك احنا بنتكلف في ايه في كبار يعني الكلام ده ما يتطبقش خالص 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 على الأطفال آه لا مش بتكلم عن أطفال طب بالنسبة الناس اللي مش عاملة طيب الناس اللي مش عاملة صيام متقطع بس وبتأكل عادي جدا في طار وبد واشه هيأخذوا واجبتين يبقى لازم أنا مثلا لو متوسط سعرات الحرارية بتاعتي في خلال اليوم هيبقى 2000 سعر حراري فلازم هيتوزعوا على مدار اليوم أو 1500 لو ناس مثلا سيدات بالذات اللي مش تول في القامة فبتبقى سعراتهم متوسطها يمكن 1500 1600 في اليوم فدول لازم هتبقى واجبة الفطور في حدود 700 مثلا واجبة الغدى في حدود 700 800 ومسلا صمت الفكهة فلو قلنا واجبة فطور في حدود 700 سعر حراري لو أنا أخدت شوية بطاطس محمرة وشوية بتنجان ونص رغيف تقريبا خلصت 600 700 سعر حراري فده مش حينفع فلازم هي في الآخر تبقى الأمور متوزنة وكل ما بقلن المحمر كل ما بقدر أخد سعرات حرارية متنوعة من مصادر غذائية جيدة ككميات وكنوعيات يعني زي ما احنا بنسميها ايه الكسافة التغذوية بتاعت الوجبة دي أنا ممكن أخد طبق ساطة قد كده سعراته في الآخر ما تجيش 60 سعر حراري 50 سعر حراري وطعمية واحدة ممكن تعدي وأخد شوية بطاطس محمارين قد كده ومش باعتش مش عارفها 300 سعر حراري فهي في الآخر موازنة ما بين كل المعاومة دي ده عظيم جدا وجبة مهمة جدا وجبة الفطار لازم احنا ككبار نحرص عليها ونزرع ده كمان في أولادنا سواء في الدراسة أو حتى في الأجازة أنهم لازم يفطاروا ولازم تكون الوجبة صحية احنا بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا دكتور رهيبة عبداللطيف مدير عيادة التغذية العلاجية بالمعهد القومي للأورام شرفتين أفهم مرسي جدا نحرص شكرا جزيلا شكرا جزيلا